اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا بدنا نذكر بالعرج المتقطع اللي هو عبارة عن جزء لي تجزء من مرض البيئة دي اللي هو نقص التروي المحيطي للشرائين الأطراف السفلية طبعا بيزداد انتشاره مع تقدم العمر حوالي 3% عند العمره 40 سني حوالي 6% عمره 60 سني مثل ما قلنا أعراض العرج المتقطع بيجي المريض بيكون عبصف ألم أو ضعف الساقين أكثر ما بيشعر فيه أثناء الحركة طبعا مثل ما قلنا العرج المتقطع بينتشار مع تقدم العمر 3% عند سن الأربعين و 6% عند سن الستين تقدمين بالسن طبعا بيجي بإعراض وصفية ألم أو ضعف الساقين أثناء الحركة ويخف مباشرة بعد الراحة طبعا أشياء لي تهيب بشكل مختصر هو عبارة عن إخفار عابر جهدي للعضلات المشاركة أثناء عملية المشي بتصير هنا معادلة بين عرض وطلب أثناء المشي العضلات تستقلب وتتحرك أكثر وتطلب طاقة أكثر بنقص طلو المحيطي والعراج بيكون عندنا نقص بإمدادات الدمويلة تحت على العضلات وبالتالي بيزيد الطلب بيشعر المريض لألم مع تلبيد أو قساوي فبيضطر ذلك إلى التوقف بصير عندنا هوني معادلة بين الطلب والعرض وهوني بيخف طبعا الطلب وبتخف عنده الألم مباشرة طبعا محط الموضوع البيئة دي هو محط نظر كثير من الباحثين والعلماء والأطباء في هذا المجال اختلفت كثير الدراسات باختلاف طرق الكشف فمعظم الأطباء والباحثين اعتمدوا على الأعراض والنبض المحيطي لفحص المريض مباشرة في بعضهم اعتمدوا على المريض المحول للعيدات للجراحة البيعائية القادمة من الخارج في بعضهم اعتمد بالأبحاث على عوامل الخطورة وتعلقها بالعراض عند المريض طبعا أفضل النتائج اللي حقق العلماء أثناء الأبحاث اللي هي دراسة الـ API وعلاقه مع عوامل الخطورة طبعا في دراسة لمرضى يقدر عددهم 3209 تقريبا ظلوا متابعين لمدة 8 سنوات طبعا اختصت الدراسة من كما قلنا أنه أفضل الدراسات اللي هي API وعوامل الخطورة اختصت هاي الدراسة بمتابعة الـ API الراحة وبعد الجهد الأولي تبينت هاي الدراسة أنه الهبوط الأكبر في قيم الـ API بيترافق معه وفيهيات أعلى هاي بشكل مختصر السلايد اللي موجود قدامنا ثم اختصر عنه 9000 تقريبا مصاب 9000 عفوا المريض لديهم دراسة الـ API المتعلق مع الجهد الأولي تبين أن 2381 منهم المصاب من هاي الدولة 9000 ومن 9000 حصلنا على 2174 مصاب متابع مع تحاليله لاحظوا أنه المرضى المصابين بالـ BID يقدر عددهم حوالي 4.3 تقريبا من عدد المرضى كاملا ورجال أكثر من النساء هاي بشكل مختصر على السلايد الموجود قدامنا في هذا السلايد أبي شرحنا على العوامل في وعالبيئة حسب العمر والجنس عند البالغين بعمر 40 سنة أو أكثر في عام 2000 تقريبا منلاحظ هون عنا العمار من 40 إلى 90 تقريبا 0.6 في عنا العمار التي تراوح بين 50 و59 تراوح نسب قيمهم بين 1.9 و3.1 60 و60 بين 6.7 و2.8 الأكثر من 70 13.7 إلى 15 بالمئين طبعا مثل ما اتفقنا بعوامل الخطورة التي سنتعرف عليها هل علاقة البيئة مع العمر والجنس والأصل والعرق تبينت كثير من الدراسات هذا الموضوع وعلاقته بشكل مباشر في دراسي كمان في البلاد المتحد الأمريكي في مراكز الرعية الأولية لمرضى يقدر عددهم بـ 403 تقريبا اختصت هي بتعلق البيئة مع العرق والجنس فشملت فشملت الدراسة طبعا الأمريكان البيض والأفارقة والرجال والنساء الإسبان في خلال هذه الدراسة ما لاحظوا أبدا فرق في الجنس إن كان بين أنثى وذكر لاحظوا أنه البيئة دي اللي هو نقص طربي المحيطي كان أكثر عند النساء الأفارقة من النساء البيضويات طبعا وبعدها جت عن دراسة الـ لتقيم هذا المشروع بين 1999 ل2004 وأخذت كمان مجموعة من المرضى عدد كبير وتابعت بنفس الدراسة اللي تابحها هاي مركز الرعاية الصحية الأولية طبعا كان الشيوع البيئة دي تقريبا بين الستين وستين سنين حوالي سبعة بالمية وازداد الـ 15 ونصف بالمية تقريبا بعمر السبعين لتسعين بالمية وازداد إلى 23.2 بعمر 80 أو أكثر طبعا كان الشيوع البيئة دي رجال والنساء السود غير الاسبان 19.2 والنساء الأمريكيات المكسيكيات 19.3 أعلى منه من الرجال والنساء البيض غير الاسبان اللي تقدر نسبتهم بـ 15.6 إذن هاي الدراسة أكدت على أن الأعمار اللي كانت بين 60 و69 سنة كانت تقدر نسبتهم 7% تقريبا وازداد هاي النسبة الـ 12.5 بين العمر 70 لـ 90 و23 2 كحد متوسط بعمر 8 سنة أو أكثر وكمان اقترحت أنه هاي الدراسة على الرجال السود والنساء السود غير الاسبان 19.2 أما الرجال والنساء البيض 15.6 أي أن النسبة تزداد عند العرق الأسود أكثر في البيض طبعا مثل ما تعرفنا على المشعر الكاحل العبضة بالمحاضرة الماضية اللي هو الـ قلنا أنه نزول قيمة الـ عن 0.9 هو مشعر قوي لتأكيد الإصابة الوعائية أو الإكليلية أو الدماغية طبعا تأكيد هذه العلاقة مراجعة للسلايد اللي قبله تم تأكيد هذه العلاقة عن طريق دراسة البارتنيرس اللي قيمت على حوالي 7000 مريض بعمر 70 ثانية أو أكثر أو بين 50 و 69 مريض بترافق مع داء سكري وقصة التدخين طبعا كشفة الداء الإكليلة والبعاء والدماغية العرضة لـ 16% من المرضى المسكورين الآنفا وكان الـ ABI عندهم الأقل من 0.9 قلنا قيمة 0.9 هي حدي أصغر من 0.9 هي إصابة وعائية حكما أكثر من 0.9 يدخل بأمراض وعراض أخرى طبعا قيمة دراسة عن طريق إدمرا لأمراض الشرعين الحوادث الكليلي خلال خمس سنوات في عام 1940 خلال خمس سنوات لـ 1940 مريض حوال 2000 مريض متطوع خطيروا بعمر بين 55 و74 سنة هاي العين العشوائي كان هناك 73 مصاب بالعرج و105 مصاب بالـ BID لا عرضة مثبت بنقص الـ ومنشخصهم أنه هم مصابين دون أعراض طبعا كمان فينا عن طريق اختبار التبيغ ممكن نحدد كمان إصابات الـ BID طبعا اختبار التبيغ اللي ممكن نذكر فيه المحاضر الماضي هي رفنا نوفق حكم الضغط أعلى من الضغط الانقباضي لمدة من 3 إلى 7 دقيقة تقريما يؤخذ الضغط على الكاحل بزمن 3 إلى 6 دقيقة على فترات 15 ثاني و20 ثاني و30 ثاني طبعا الطبيعة بيكون 80% ويعود خلال من 30 إلى 60 ثاني الحادث الطبيعي تأخر بذل أنه في عنا نقص تروي محيطي واختبار التبيغ إيجابي هاي الاختبار التبيغ الأسبوع الماضي لعطينا طبعا خلال فترة المراقبة رصد رصد زيادة مهمة إحصائيا في معدلات الوفيات وقلبي الوعائي في مرضى العرج وأولئك ذوي نقص الأبي لا عرضي مقاراتا بالشوهيد الطبيعيين تم مؤخرا توثيق 2777 مريض مصاب العرج متقطع خلال فترة 15 سنة لنفس المرضى اللي يجري عليها الاختبار بلغت معدلات وفاع الوفيات عندهم 42% 65% بعد 15 سنوات طبعا شكل احتشاء العضل القلبي عند المرضى اللي توفى 60% بين 1363 مصاب بالعرج ماتوا خلال فترة الدراسي طبعا تزداد خطورة الدائق الوعائي مع قيم الابي المنخفضة مثل ما ذكرنا سابقا كما ثبت في دراس خطورة التصلب العصيد في المجتمعات التي شمل 13680 مريض تمت متابعتهم الفترة وسطي تبلغ 13 سن تقريبا فإن تطور طبيعا للبي العرض والعرج المتقطع متشابه ويتميز بزياد مهم في الحوادث اكلي والعائي دماغي القاتلي رغم خطر تطور الأكثار المهدد للطرف الأقل بعد ما أخذنا هيك لمحة سريعة وراجعنا شوية مراجعة على السلايدات القديمة وعلى بعض الدراسات المجرى المرضى البي والعرج المتقطع خلينا هلأ نشوف القصة السريرية اللي فينا ناخدها لمريض العرج المتقطع أو مريض البي اول شي نسأله اين توضع الألم أو الانزعاج اللي عم يحس فيه اشخد بتستمر هاي الأعراض الألم بتحسن مع الزمن واذا صار فيه عنده تدليق أو شغلي بيرتاح عليه أم لا المسافة اللي بيطاح المريض قبل الشعور بالألم وبعد التوقف القصري عن المشي يعبرونا نسأل المريض لنحن قاد بيطاع مسافة وحتى يشعر بالألم وزمن التوقف القصري عند المشي ما هي الفترة اللازمة لتحسن الألم بعد التوقف على المشي وما هو نوع الراحة أو الوضع اللي يتخفف الألم الاستراحة واقفة مثلا جلوس استلقاء إلى آخره هل يعود الألم بعد نفس الفترة والمسافة عند استقناب المشي يعني واحد يبشي عندنا خمسمائة متر بعد خمسمائة متر وقف ما بغي يحسين يكمل ارتاح مد اجر رفح على حقيط على جدار إلى على آخره أنه هون بقى هون تبلش عندنا أسلتنا وين توضع الألم بالساقين استمرت الأعراض أنه بعد ما وقفت ضلت حوالي دقائقين ثلاث وبعد ارتحت وكملت ماشي المسافة لقطاع طيب قلي خمسمائة متر للكيلو الفترة اللازمة يتحسن الألم خلال دقائق خلال ربع ساعة نصف ساعة ضل مستمر قطع ورجع الوجع يعني إلى آخره هاي في المريض هون رحنا طبعا جزء من الفقرات هاي الموجودة هون أول شي لازم العرج متقطع العرج متقطع سبب هو قصور الترويش الشريانية بصير عنا خلل بين الطلب والعرض في العضلات الهيكلية بيكون خصائص وحارق مستمر وبيجي المريض بيقول لك أنا اجرع بتلب اجري مع بحسن يتحرك عم تتصلى بالآخرين أكتر ما يتوضع بيتوضع في منطقة الربلي الالي الورك الفخز ويحدث بالمشي ويخف على الراحة مباشرة عندنا العرج الوريدة اللي يكون سبب رئيسه هو الانسداد أو الخثرات الوريدية القريبة بيكون الألم انفجاري تحس اجري وده تشقف يقل لك اجري ورباني كتير رح تشقف اليومي في عندنا القدم السكرية لازم نعرف انه اعتلال عصبة لا اخفارة يعني ما بيكون عن نقص التروهي السبب بيكون سببها غالبا عصبة سكري وبيكون عنها تبدلات بالنيوي في القدم خصائص المزمن في القدم والطرف وفقد منتشر في حس القدم طبعا توضوحها بيكون تقرح غير شافي وتموت وانتال نسو جرخوي جرسومي الصمات العصيدية طبعا بتكون غالبا هي بعيدي وبتكون من مصدر قريب ولكن بعيدي في النهاية الأطراف خصائصها مستمرة وحارقة وعننا التوضع بيكون عندها زرقة وتبدلات اقفري للأصابع والقدم البعيدي اللي بدل عنا انسداد شرايين أصبعية وفرعية عنا تناذرين طبعا هو عبارة عن تقبض أو توسع وعائة فعليه ارتكاسي شرياني شازي خصائصها ألم أصابع كليل مع تقبض وعائة وبتسبب عندنا عودة التربية أو توسع وعائة ألما حارقا عند المريض أكتر ما مشوفها في الشتاء بالغرودي وبكون عندنا شحوب وخدر وزرقة والتبيغ يعني انه نيكوتين إيجابي بيكون مريض مدخن تشخيص تفريق العرز متقطع بالبئة هلق في عندنا ألم مثلا على الربلي أو مشكلة في الربلي غالبا تكون عندنا توضع عضلات الربلي انتشار متلاك إلى 5% خصائصها ألم ما غص مستمر تأثير الجهد يحرض بالألم تأثير الراحة يخف بسرعة تأثير الوضعي ما فيه عندنا مشكلة بالوضعي طبعا فيه إلى خصائص قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة عند الجهد أما في الفخز والإلي أكثر ما بتتوضع بمنطقة الإلي والورك والفخز انتشار نادر خصائصها نفس خصائص الربلي تأثير الجهد طبعا يحرض الألم الراحة يخف بسرعة والخصائصها العناني بدرجة الأولى وقد يكون نبض القدم طبيعي موجود إصابة بريح رقفي معزولة أما العرج القطع في القدم توضع بخص القدم نادر طبعا ألم شديد بيجي عند الجهد بيخف في سرعة عند الراحة وقد نشاهد معه خذر العرج الوريدة يشمل كامل الطرف وهو أسوأ في المنطق الربلي انتشار نادر وخصائصه مثل ما قلنا ما شوي هو ألم شاد انفجاري بيجي بعد المشي وبيزول ببطء عند الراحة هذا ما بيفرقه عن الـ IBC بالربلي والفخز أما مثلا عندنا كيست بيكر كما بيجينا عندنا مريض كثير بيقصة ألم في منطقة الركبي أو هيك من ميزها عن العرج المتخطع بتكون خلف الركبي مباشرة على طول الساق هي نادرة نوعا ما خصائصه بتتميز بوجود وذمي وإلام موضع مكان الركبي بتزداد عند الجهد وحتى عند الراحة إذا بجس المريض بتلاقيها موجودة ما في عندنا مشكلة في الوضعية وغير متقطعة بتظل ألم يعني مستمر تقريبا بالنسبة للفحص السريع للمريض البي والعرج المتقطع بعد ما خدنا قصة السريرية كاملة لازم يترجع الفحص السريرية اللي ما يقتصر بس على تقييم النبض المحيطة لأنه تصلب العصيد إضطراب جهازي وصيب غالبا عديد عضاء انتهائية طبعا يجب أن نشمل العلامات الحيوية كقياس الضغط الشرياني ونبض في الزراعين طبعا يوفر فحص المنتحم وصل بمعلومات عن ارتفاع الشحوم وظائف الكبد يشير اضطراب القدرة بصري في مريض السكرية إلى اعتلال العصاب السكرية معظم الورضة يجيونا بهاي العراض معنون اكبار بالسن وعندون بيئا دي متقدم كبان عنا يخفي المدخن الذي يصاب بنه بذات رئة متكررة مثلا سرطان رئة خفية منك شوفه بالصوت فيه وجس كتلي في البطن نابضة بدلنا على أمدم أبهرية غالبا هي تسبب عنا البيئا المحيطية وقد وتنميل بالأطراف السفلية طبعا في عنا مظهر الطرفين السفليين أثناء الفحص السرير كتير مهم جدا مثل مثلا فقدان شعر الجلد البعيد ترقق الجلد وجفافه تسمق الأظافر بدلنا على وجود مزمن متقدم عند المريض طبعا قد تشير وزمة الربلي والكاحل والقدم لنمط الحياة الكسول أو وضعية تذلي طرفين سفليين لتلطيف ألم الراحة قد بدلنا طبعا قرحات مقدم قدمت القدم أو لباخس عادة تظاهر للبعادي شديد بينما قرحات الكعب الأنسي أكثر شيوعا في القصور الوريدة مثل ما قلنا جس النبض هو حجر الأساس في الفحص الوعائي إضافة إلى المعلومات التي نحصل عليها من القصة السرية وأجزاء الفحص السرية الأخرى قد يساعد في نفس سبب اللعائي لشكاوي المريض وقد يساعد في تحديد موقع القطع اللعائي المصابي يعني نحن مريض جان بنخص بخدر وتنميل في الأطراف السفلي صرنا نجس من الأسفل الشرايين الفخذية الماء بضي لتحت كانت متسوسة عنا فممكن نستبعد المرض اللعائي ممكن نبحث عن الأمراض العصبي أو الأمراض العظمية أو غيرها طبعا رغم جس نبض كل الشرايين أمر أساسي ولكن عند الشك بالبي يجب جس نبض الشريان الفخذ والماء وزهر القدم لفترة كافية لتحري وجوده وقوته وموصفاته طبعا تصنى قوة النبض عادة من قياس خاص يشير إلى الرقم 2 نبض طبيعي رقم 1 نبض ضعيف أو رقم 0 غياب نبض وتستخدم الدرجة 3 لإشارة نبض بارز مرضي مثل نبض نبض مطرقة الماء المشاهد في الفصول الأبرى الشديد أو النبض المجسوس مباشرة قبل منطقة الانسداد تشير مواصفات النبض تمدده وانخماس ووجود العرير في الأوعي متصلبي أو ذات المقاومة الوعائية في الجريان الصادر قد يتباض تمدد الأوعي في هذه الإصابات الوعائية بوجود مقاومة منخفضة في الجريان الصادر كما في قبل ناسور شريان وريدة رضة قد يتراجع منخماصه كثيرا ويشير غياب النبض لتضيق ومسيداب قريب حرج بعد جسس النبض يسمح الإصغاء بكشف النفخات التي تشير عددهم ضيق مجاور أو مشكلة قلبية ننتقل لعوام الخطر طبعا جمعناها بسلايد تقريبا جمعناها كلياتها بهذا السلايد اللي بتشمل على التدخين الداء السكري الشحوم الفيبرونوجين البروتين سي الالتهابة لدينا فرط الهيمستئين في الدم لدينا مرضى الكل المزمن لسرور الكلوة لدينا العرق والجنس فرط الخثار والتفاعة الترشير يعني كلها تعوام الخطورة لتطور البيئة والعرج المتقطع هون سلايدين بسلايد الأول منشرح فيه على العوام الخطورة اللي حكينا عنها من شوي منلاحظ أكترها عند المدخنين وعند السكريين كمان هون عندنا مثل ما قلنا هوني دراسة وسطية لشيوع العرج المتقطع في دراسة المجتمعية حسب الأعمار والنسب المئوي منلاحظ أكتر نسبة مئوية بين الأعمار من السبعين للأربعة وسبعين بالمئة وتقدر نسبتها بحوالي سبعين بالمئة إلى خمسة وسبعين بالمئة مثل ما قلنا شوي بالسلايدات الماضية رح ندرس شوية معلومات حتى ما تعامقنا كتير بالمعلومات لعوام الخطورة اللي هي مثل الشحوم مثلا طبعا نموزج الشحوم الصيامة مؤلف من تركيز الكوليسترول الكلة والبروتين الشحمة مرتفع الكسافي HDL والبروتين الشحمة وفضل الكسافي LDL والشحوم السلاسي L-T-A-G جزء مهم من المساح وتصنيف الخطورة عند مرضى ال-B-A-D يجب إجراء هذا تقييم عند مراجعة المريض الأولى لتقييم الدلال بعائي يقيم طبعا نموزج الشحوم إمكانية أن تكون الطرابات شحوم مسؤولة عن تطور التصالب العصيدة إلى العرج والأقفار مهدد من الطرف رغم أنه تم حتى الآن تحديث تأثير ارتفاع الكوليسترول من نمط LDL على مسار التصالب العصيدة بوضوح أكبر عند مرضى الداء الإكليلة مقارنة بمرضى النقص التروية المحيطية إلى أنه يرجح تفاقم الشحوم من مرضى المصابين بالبيئة طبعا قد يسوق تأثير الداء السكرة تطور التصارب عصيدة في سياق طراب الشحوم وقد يخصف ضبط الشحوم الدقيق وطويت مرضى الوفياد شرية الإكليلة والدماغ المحيطية نحن بالأساس بمرضى ارتفاع الشحوم وخصوصا LDL الضار وال TRG الثلاثية أكثر ما يؤثر على شرائين الإكليلية فالمريض ما يكون يعاني من ارتفاع شحوم مزمن فأول ما يصاب فيه غالبا الشرائين الإكليلية ولاحقا الشرائين المحيطية لذلك نحن نضبط الشحوم بشكل دقيق فتقلل عنه من خطورة ومراضة وفياد الداء الشريان الإكليلة والدماغ والمحيطة أما الفيبرونجين قد يفيدنا في تحريح حالات فرط قابلية الخثار كما أن هذه القيمة قد تكون أكثر بالمراضة القلبي مقارنة بكلسترول في المرضى الأكبر من 60 سنة كله يدقيقون على الناحية القلبي أكثر من الشريان المحيطة لأن الأخطر تصاب أولا في حين لا يمكن الحصول على مستوى الفيبرونجين بسرعة ويسر فقط تخدم سرعة التسفل على طول نحن مطلوب بعيادة جواسم بديل مقبول بدل الفيبرونجين أما البروتين C الارتكاسي CRB طبعا يجب معاورة مستوى CRB لتقييم حالة المريض الالتهابي إن كان يوجد أدلي متزايد على أن التصل بالعصيدة وعبارة عن حال التهابي تترافق بارتفاع الواسمات الالتهابي طبعا بين العديد من الواسمات التي تمكن تقييمها بسهول للCRB إصابة محيطية بأدي يعني في الارتكول طبعا تم تقييم مستويات CRB في 370 مريض مع ABI أقل من 0.9 ومقارنة مع 235 مريض مع ABI أكثر من 0.9 لاحظنا أنه مستويات هذا الواسم الالتهابي بالCRB بالABI في مرضى القلب الدماغ البعائي ولم يرتبط بشكل شديد طبعا مع ABI المخفض ولم ترتبط مع ABI المرتفع فهون بتناسب طردا ABI منخفض مع CRB مرتفعة فبدل بني إصابة وعائية محيطية أما ABI مرتفعة مع CRB مخفضة لا المريض بأمان وبعيد عنه الإصابة المحيطية بالنسبة لحالات فرط قبلية الخثار طبعا يجب تقييم حالات فرط قبلية الخثار عند الشكل السريري طبعا للسباب الخثاري والقصة العائلية وهو مفرد البحوط المتوفرة لتشخيص حالات فرط الخسار يبقى الفحص الأفضل القصة السريرة المأخوذ بدقة يعني ضرور عندما يجينا المريض نسأله كان عندك أبوك أو عمك عمتك خالتك قصة عائلية مفصلة كان عندهم سواب خساري واحد سمعت ومات في جلطة واحد سمعت ومات في خثار اجروا وقفات ضروريا قبل ما نقوم بهذه الخطوات نسأل عن القصة السريرية المفصلة وبعدها نقوم بخطوات التحليل المخبرية طبعا التحليل المجرأة اللي احنا بالعادي نأخذها ومتعفحة لمرضى اللي مشيك عندهم خثار أو قابلية للخثار عندنا زمن البروترومبين البيتة والبيتة الابتة والبروتين س البروتين اس العامل الخامس فيه مضادات تخسر الذئبانية مضادات الصفيحات محرضة بالهبارين وقابلية التصاق وتقرد الصفيحات باستويات الفيبرونجين والبلازموجين وفعالية مضادات الثرومبين الثلاث أي الثلاث طبعا ومعايرة أضاد الكارديو للبين هذول كل التحليل اللي نحن فينا قيما لمتابعة مرضى اللي عندهم قابلية لخثار هونستيين مثل ما قلنا هو أحد عوامل خطورة رئيسية لمرضى البيئات والعزو متقطع مثل ما قلنا إذا لقينا مريض عنده تطورت وتظهر عنده أعراض البيئة بشكل مبكر دون وجود عوامل خطورة لازم نشير لمستويات الهمستيين المرتفعة لفرط الهمستيين الدم اللي قد يسبب تسار وتصله بالعصادي بآليات متعددة قد تكون مستويات هذا الحمض الأمين مرتفع سامي للخلايا البطانية وتنقص قدرات على التجدد وتحرير أكسيد النتريك قد طبعا تسبب تراكيز الهمستيين المرتفعة كذلك تحريض تكاثر الخلايا المتوسطة للعضلات الملساة والتهاب الجدار الشريان وزيادة المستويات مطبط مفاعل البلازمونوجين كل هاي الأسباب مع الحمض الأمين السام اللي بفزن الهمستيين على جدار الشريان تأدي إلى تضيق سريع ومتسارع للشرايين عند المرضى البيئادي وخصوصا عند المرضى اللي ما عنده العوامل خطورة تاني يعني تلاقي ما بدخين ما عنده سكر ما عنده شحوم كذا ويعني تسارع إصابة البيئادي عنده بشكل رهيب لازم نفكر بالهمستيين لأنه في متماقلنا له كتير أسباب تأدي إلى تسارع إصابة البيئادي عند المرضى طبعا بالنتيجة متماقلنا فقد يزدى تشكل عصيد الجدار الشرياني وتتناقص مقاومة الخثار متماقلنا من شوي أنه كمان نركز كثير عن موضوع داع الإكليلي قبل داع المحيطي بسبب غطورته وارتفاع نسبة الوفيات التي ترافق مع إصارته كمان عندنا هذا مخطط يشرح البيئادي وعلاقته بالعرق والعمر في عندنا مثلا شو اسمه عندنا الرجال البيض من عمر 0.34 تقريبا ما في عنا إصابات بين عمر 35 إلى 40 0.4 تقريبا عند النساء السود 45 إلى 54 سنة أكثرها 2.5% تقريبا عند النساء السود عمر 55 إلى 64 سنة أكثرهم عند الرجال السود بين 65 سنة إلى 74 سنة أكثرها 10.4 أكثرها عند الرجال السود 75 إلى 84 سنة من لاحظها أكثر ما تكون عند الرجال السود الأكثر من 85 سنة كمان عند رجال السود مع ارتفاع كبير عند النساء السودية شوف العرق كتير مهم هون بين الأسود وأبيض طبعاً طبعاً العلاج طبعاً هذا علاج قريب عن محافظ أنواع العلاجات للإصابات المحيطية محاضرة بحد ذاته وأكثر محاضرة كمان بسبب كثرة التداخلات على الشرعين وحتى موقعها وعن مقدار للإصابة قرار توقيت وكيفية علاج العرق لنتقطع صعب ولكن نظراً الخطورة مرتفعة لترافق مع تصل بالعصيدة الجهازة يجب أن نحاول كل مرض ضبط عوام الخطورة بالدرجة الأولى فلنحنا أول ما نبلش بالعلاج ننصح المريض وقف الدخان يطغي كمان وشان الخوف على الشرعين الوعائية أو الكليلية فأول شيء لعنا منباشر فيه بالمريض اللي هو المميعات أو العلاج المضاد للصفيحات هو حجر أساس مثل ما قلنا لإنقاص الخطورة القلبية الوعائية أظهر دراسات تعديد لأن الأسبرين جرعات 75 إلى 325 ينقص خطر النشبي بشكل كبير من الناحية الدماغي طبعا الكلوبي ديجري الكلوبي يعني في اللي نقول بدير مناسب للأسبرين لإنقاص الخطورة وفي مرضى الخطورة مرتفعة ممكن شارك الأسبرين والكلوبي مع بعض وتم رصد فائد مهم إحصائيا بتشارك الأسبرين مع الكلوبي بتقليل مخاطر الاحتشاء والنشبي والبفاء عند مريض البيعادي ثاني خط هو إيقاف التدخين لهو سبب كل اللي التدخين نحن بنحط عليه الحق لأنه في مواد سامي كثير بأدلة تضيق شرايين بألية التهابية شديدة مثل ما قلنا إيقافه أساسي لإنقاص الخطورة القلبية البيعادي هو حجر الأساس في تدبير المحافظ لمرضى البيعادي ترافق التدخين مع ترقي التصلب العصيدة وزيادة حدوث الوفاء بسبب داء ما بدأك توقف تدخين ما رح نعمل لك عملي أو ننجل عملي لوقت تاني حتى توقف تدخين حسنا طبعا ينقص إيقاف التدخين مثل ما قلنا معدلات بوفاء الناجمة عن أمراض القلب عند الرجال والنساء فرط شحوم الدم يوصى بعلاج فرط الشحوم بأحد الاستاتينات لإنقاص مستوى الكوليسترول إلى أقل من 100 ملة في كل مرضى البيعادي سواء كان عرضي أو غير عرضي وذلك الإنقاص خطر العرج المستقبل اللي رح يصير معه جاء التوصية طبعا الحديثي للجل تلاج البالغين تابع لبرنامج الوطن لتدخيف قبل الكوليسترول تعتمد على حقيقة أن مرضى إقفار للطرف السفلي معرضون خطورة مرتفعة أو مرتفعة للغاية لحدوث المشاكل القلبية الهدف من علاج فرط الشحوم الدم عند مرضى لعبعانه من العرج المتقطع أو نقص التربية المحيطية هو إنقاذ الأوعي الإكليلية لأنه غالبا هي البنصاب هو الشيء لأن أوعي حساسي رفيعة القطر فرط الشحوم بشكل كبير غير مضغوط يؤدي لتصلب عصايدة فيها وزيادة الخطورة للوفاة علاج ارتفاع التوطور الشرياني أقول أي مريض نحن مشك بارتفاع التوطور الشرياني عباخو أدوية كتير نعمل استشارة قلبية لازم نضبط ارتفاع التوطور الشرياني بحيث يساعدنا على ضبط البيئة دي والآي إس اللي هو العرج المتقطع طبعا ضبطه لازم يكون أقل من 14 والإنبساط الأقل من 9 في مرضى غير السكرين غير مصابين وقصولوا الكلوية حصرات بتا الأدرينيجي زمرة دوائية ممتازة لهي الغاي بزيكور والحصرات بتا رغم وجود مخاوف نظرية مع أنه انخفاض الضغط الانقباضي قد يسبب تدهور عراض الأقفار يعني كان عندنا ضغط مرتفع قوة الضغط عم توصلنا دم للأطراف المصابي تحت عند انخفاض الضغط بها الآليهي ممكن يهدد لنا الطراف بالأقفار أو بنقص الترويق طبعا نستنجح الدراسي لاحقا شملت 6 دراسات كبرى تتعامل مع هي الناحية أن حصرات بتا لا تنقص مسافة المشي ولا تسبب تدهور ألم العرج ويفيد كذلك استعمالها لأخرى مصابيطات الأستيركو أنزيم علاج الداء السكري كمان هو أحد الخطوط الأولى لمتابعة مرضى البي آدي التدبير الحذر لأداء السكري إجراء أساسي كذلك لإنقاص إمكانية المشاكل القلبية البيعائية وتطور البي آدي يجب تحديد عوام الخطورة الأخرى والتعاون مع حمزة الأنظمة الغذائية السيئة ونقص الفعالية الحركية يجب أن يلتزم كل مريض يعني من أخفار مزمن في الطرف السفلي بخطة علاج جاملة لضبط عوام الخطورة من مجرد تشخيص البي آدي أو العجل متقطع حيث يتم طبعا حين يتم ذلك فإن المريض سيكون محضرة بشكل أفضل لأي تداخل لاحق يكون ضرير لأنقاذ الطرف يعني أي مريض عندنا بي آدي بيصال لعنا العيادي يعطيه توصيات كاملة منبلش بالتداخلات عن طريق القسطرة أو عن طريق العمل الجراحي فمننصحه بضبط شحوم نعمل تحديد شحوم مننصحه بالإقلال نتناول الدسام والزيوت العالي المشبعة مننصحه على داء السكري وضبطه الحمي الشديد المرافقة له ارتفاع تبوتر الشرياني إلى آخره كلها عوام الخطورة اللقاء منها هو أول خطة للعلاج لمرض البي آدي والعراج المتقطع طبعا هون مراحل الأقفار المزمن حابيت حط آخر شيء مشان نركز عليها عندنا الدرجة 0123 الفئة حسب الريذر فورد متماقلنا صنفها لست فئات 0126 وصف السريري الريذر فورد 0 لاعراضي الواحد عراج خفيف الاتنين بين الواحد والثلاث الثلاث عراج متوسط الأربع عراج شديد خمسة ألم راحة أخفارة ست ضياع نسيجة بسيط وضياع نسيجة كبير طبعا هاي بترافق مع أكتر شيء القدم السكرية معايير موضوعية للريذر فورد درجة 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 صفر من خمسة من خمسة من خمسة مليمتر زبق العراج الشديد بيكون عنده الابي الراحة أقل من 40 مليمتر زبق والبي في الكاحل أو الأمشاط منبسط أو بالكاد مجسوس والتي بي بتكون أقل من 30 مليمتر زبق أما الفئة الخامسة من بيزر فورد اللي هي ألم الراحة الأخفارية بتكون عنده الابي عند الراحة أقل من 60 مليمتر زبق البي في الكاحل أو الأمشاط منبسط أو بالكاد مجسوس تي بي بيكون أقل من 40 مليمتر زبق أما الدرجة الأخيرة من بيزر فورد طبعا ملاحظة مهمة أنه عند الغياب عوامل الخطورة الشائعة عند المريض كبدأ العراض مفاجئة خاصة لدى الشباب أو شكل بأديل أسرع ترقيا لازم الشك بعوامل الخطورة الغير معروفة وغير مضبوطة لتصل بالعصيدة المتسارع مثل ما حكينا من شوي مثل الارتفاع اللي هم مستوئين بالدم أو حالات فرط قابلية الخثار طبعا الميسس داي درس نتائج تشريح جسد 194 مريض وربط بين شدة تصلب العصيدة مع مستويات كوليسترول المصل وعمل الطور الأخرى لم يكن متوسط كوليسترول المصل عند المرضى الذين ماتوا باختلاطات البيئة مرتفعة بشدة كانت قيمة حوالي 187 ميلي جرام وكانت مستويات لدى 290 من المرضى غاب عند 66 من المرضى تصل بالعصيد للجهاز الشديد ارتفاع كوليسترول المصل وال HTN والسكري طبعا تدعم هذه الدراسة بقوة الجهود الرامية للبحث عن عوام التطور أخرى أقل شيوعا قد يزيد ارتفاع مستوى الهنستوئين المصل والذي لا يقاس عادة خلال تقييم الصح الروتيني احتمال تطور البي او دي متبقنا بمقدار يصل لحوال 7 اضعاف في ارتفاع الهتش تي اين والسكر والكوليسترول في اردم طبعا حالات فرط قابلية الخثار اكثر شيوعا في المرضى التي يحتاجون لترميم يعائي لعلاج البي او دي حتى تحديث عوام الفطور هذه وضبطها اشكال علاج البي او دي باضعة تنطيفي فحسب ولا تؤمن فائدة صحية على مدى الطويل يعني اي جسم مؤهب للخثار مهما الداخل عليه وعائيا ان كان في شبكي عن طريق القسطر أو عن طريق وصلات صحية للشرائين غالبا ما رح يستفيد عليها المريض ورح تسكر ويعني ما يخل نتيجي من التداخل وعائي على هذه الحال اجتنا بعرج متقطع شديد لمريض يبلغ حوالي سبعين سنين من العمر كان في السلايد الاول انقطاع تام على مستوى الشريعان الحرقوفة الايسر هاي اللي عاد سبب له عرج متقطع على الطرف السفلي الايسر ما يبيحسين يكمل ماشي لمسافي قليلة بيقعد بيرتاح بيكمل بيجي المتلبيد بيقعد بيرتاح بيكمل الى آخر فهاي حالة عرج متقطع شديد طبعا دخلنا عليه عن طريق لون وحطينا شبكي نفخناها وسحقنا العصيدي اللي كانت وقفة بوجه الجريان حصلنا على نتيجة عن طريق دي اس اي تصويره فتح الشريعان بشكل كامل وبعض المريض طبعا للمدة تسبوع تقريبا تحسن اعراضه بشكل كبير جدا يقاف التدخين ضبط عوامل الكوليسترول ضبط السكر وضبط الشحون اضافي الأدوية المميعة اليقائية كلها أسفرات على تحسن المريض وتحسن أعراض العرج له بشكل كبير جدا هيك بيكون نهاية المحاطرة اذا في حد عنده سؤال او استفسار تفضله